استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة في قصر النخيل فخامت جواوة مانويل جونسالفس لورنسو رئيس جمهورية انجولا والوفد المرافق ورحب سموه في بداية لقاب زيارة الرئيس الضيف إلى الدولة واشهد سموه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الامارات وانجولا وهمية دعمها وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الصديقين وابحث سموه ورئيس انجولا خلال لقام مجالات التعاون الثنائي خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشهد سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان وفخامة رئيس انجولا مراسم توقيع أربع مذكرات تفاهم بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية انجولا وقعها معالي الشيخ شخبوت بن انهيان الانهيان وزير دولة ومعالي تيتي انطونيو وزير الخارجية الانجولية ترجمة نانسي قنقر